السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله ووقاتكم بكل خير جمعة مباركة وعوشة المبركة لكل المستمعين والمستمعات نحن في أول أيام شهر نوفمبر وكذلك نحن في شهر ربيع الأول جعل الله عليكم بالخير واليمن والبركات السمعين الكرام وككل جمعة نلتقي مع لقاء الجمعة اليوم معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذ أسيل ورديغي السلام عليكم صباح الخير أستاذ مرحبا بك السلام عليكم أستاذ شاطير صباح الخير وعوشة المبركة لجميع اخترتنا اليوم موضوع هام وموضوع جد جد هام هو الحديث عن المسنين وبطبيعة الحال هذه الشريحة هذه الفئة من مجتمعنا هي أبأنا أجدادنا أمهاتنا خالات دينا الأخوال دينا العمات الأعمام دينا هما جيرانا الناس الكبر هما الناس اللي كانت لقاهم معاهم في الشارع كانت لقاهم معاهم في ترام في الميترو هما الناس اللي كان نشوفهم ربما في أماكن أخرى كالمستشفيات أو كدور العجزة اليوم سنتحدث عن هذه الفئة من هم كبار السنة أستاذها؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وصلي وسلم وبارك على آله وصحبه ما يمين كبار السنة هي واحد المرحلة وهذه المرحلة هذه مرحلة جد طبيعية هي اللي كتستكملنا ديك المراحل ديال الحياة اللي سبقتنا اللي كان بدوا بالطفولة من بعد كتجي مراهقة ومن بعد كتجي بعد المراهقة والشابب عاد كتجينا مرحلات ديال كبار السن فالصحة العالمية منذ ألف تسعمائة واثنين وسبعين حددت حددت السن ديال المسين 65 سنة وطبعاً كتكون هاد المرحلة هادي كيكون كيكون كبار السن معرضين الأمراض ومعرضين الشيخوخة وكيحتاجوا واحد تركيز خاص وكبير في العناية والاهتمام بهم وكيقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكرم ذا الشيبة إلا قيد الله له من يكرمه في سنه فإذا أكرمنا احنا يا كبار لكبار في السن وخدمناهم وعاونناهم في الحياة ديالهم عاي ربعة دير سنة لعيقدر يكرمنا ولعيقدر يحسن لنا أما إذا شفنا التعريف ديال الاجتماعي هما عرفوا على أن تعريف الاجتماعي عرفوا على أن الشيخوخة بأنها مرحلة يتخلص المسن من اجتباكات الحياة ما معنى؟ بمعنى أن الإنسان بعد ما كيعيش واحد المرحلة ديال الشباب كيكون في واحد الاجتباك كيكون في الصراع وهذا الصراع هدي طبعاً لأنه كيكون كيلبي الاحتياجات ديال الحياة والمتطلبات ديال الحياة كيكون في الأول كيكون الشاب كيكون كميل القراءة دياله كيكون كيفتش على العمل مراهج كيفتش على الزواج وربما شراء منزل سيارات توريبية الأولاد وتزوجهم ما إلى ذلك فمن لي كيوصل السن دي الكبر هنا في فضل الاشتباك هنا كيتخلى المسن كيتخلى على ذلك الاشتباك وكيعيش حياة أخرى ولي كيقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فهذا الآيات هادو وكأنها هنا يعاننا واحد بالنسبة لي أنا كنشوفها أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى من العباد ديالو وخاصة خاصة ديال كبار السن واللي تقدمت بهم واللي كيتميزوا بالضعف فالله سبحانه وتعالى كيقول هاد الناس كبارين يا عبادي عشتوم هات السنوات طويلة لعبتوم عرسكم تعبتوم عشتوم واحد التفاؤل واحد تشاؤم عشتوا واحد النشوة ديالحات ديالنجاحة عشتوا واحد المرارة ديالالإحباط واحد الخيبة ديالآمل واستمتعتوا وتمتعتوا بالصحة ديالكم والمال ديالكم والعمل ديالكم والأولاد ديالكم جالواقت دابا اللي ترتحوه وتخوضوا واحد قسط من الراحة بدون سراع بلا قيود بلا مسؤولية خص دروري أنكم تمتعوا بهذه المرحلة العمرية فكل مرحلة عندها جمالية ديالها وكل مرحلة طبعا عندها صعوبة ديالها فهذه المرحلة هذه من الأحسن أن الكبار السين خصوهم الصفار، التأمل، التسبيح، الاستغفار ويعيشوا واحد الراحة تم بدون قيد وهذه الرسالة هذه نحن نشوفها في النظر ديالي لأنها هي مناقضة فيها واحد المناقضة اللي كان عيشوها في المجتمع ديالنا مناقضة اللي عنا المعتقدات اللي موجودة في الأدهان ديالنا لأن نحن كبار السين شن نعملولهم؟ كبار السين أن نفحل متلات الموت عنا كبار السين أنها انتهت الصلاحية ديالهم كبار السين على أن ننتهى الأمر ديالهم كبار السين الركنة، الكفن، والقبر هذه النظرة هذي كافية لأننا اللي بصحة ديالنا دمرنا ودخلنا الأمراض ما أحرب الناس الكبارين اللي أصلا ضعافين اللي أصلا هلكاتهم الحياة طبعاً عادي يستسلموا بهذه الهضاير هذي عادي يستسلموا الأمراض بالدنيا كاملة فعلاً إحنا لا نقول ل أنها مارحلة لا نقول لنا هنا في الضد لأنها في العنفوان أو لا مزيان أو لا ماشي مزيان هي مسألة ماشي هنا مسألة هي مرحلة أخيرة بالحقية تخضع هذا المرحلة هذه المرحلة الأخيرة في العمر للإنسان فقط أنها تخضع ننسونا الكون لأننا نحن وصلنا إلى هذه المرحلة التي نعيشها بما يرضي الله نحن الذي ندينا الحق سبحانه وتعالى نحن الذي ندينا الحق سبحانه وتعالى نلبيه النداء بالإضافة إلى هذا الشيء كامل لأن الكبار السن لا يوجد نفس المستوى الصحة كان الكبار السن في الصحة كان الكبار السن في التوازن وعلى حلقة التربية وهو التوازن في الحاجات النمائية وهو متوازنة والتالي يوجد التوازن في كبار السن بالإضافة أنهم يتعدون إلى المحرمات ويتعدون إلى الشراب ومع الكثير من الكمية فهنا بالعكس حربي ما سيختلف معك يقول لك وعلاش الآخر هو كله عاش في هذا السبت وكن نشوفهم كيعيشوا تسعين عام وعاد الشيباني والشيبانية شدين رسم وما عاشوا في المخدرات أو عاشوا في التدخين وعاشوا في الشراب وعاشوا ولكن شدين في رسم ربما يمكن كما قلت أن البيئة كما ذكرت في الحلقة اللي فاتت أن البيئة اللي عاشوا فيها وأنهم متجاوزوا مشاكل حياتية هي اللي كتخلي مؤرية ربما وممارسة تريده التغذية المتوازنة هي كتخلي الإنسان قابط في صحته ولكن اللي قابط القضية هنا هي اللي قابط في صحة دياله ومشي تسعين سنة يعني أنك انتين قابط في صحة ديالك تسعين سنة شوفوا كيفاش مسكن عايش شوفوا كيفاش مندمر كيفاش أنه متلا شديك الكحة اللي قتخرج لما يصدر دياله هاتش اللي عندنا احنا يلا صح من الآخر كنشوفوا عاد خارج كيتسرم عرسو كيتلع الجبال وكيصافر وكيعيش حيات يعني هوا في البحر هوا في حنا كيتلقا مسكن يلا الجامع الدر الدر كيش ديك ركينا ولا كيحطو حدا الباب ديال العتبة كيبقي طل بعوينته لأن احنا دخلنا هذه المثلة ديال الموت الركنة الكفن القبر هو وعارف رسوله لأنه ما عنده فين يمشي من غير هاد الشي كيقول صافي من نسبة لي نحنا يا كم قوم فكروا له عن شلوله طرد الأرض وشندفنوا فيها وعن شلوله الكفن هو كيتلنا النهار دياله لأنه هي مرحلة هي مرحلة عمورية في حالة مراحل أخرى خصوية خدم فيها خصوية خصوية تمتع لأن هذا المرحلة هذي مرحلة ديال الراحة أكيد مرحلة ديال الاستجمام مرحلة السافر المرحلة حالي قولتين تينا نعم عاد كي عاد هو ما نحنا مسكين كنسدو عليه ولكن مدار نخرجوه للركينا ولكن قولولو أجيال حاجة مشي للجامع أجي من الجامع قلت هنا نحنا كنولي وكنسيرولو الحياة دياله نحنا كنسيرول الحياة دياله ونحنا كنخوفوه عندك تخروج عنده يقاع لك عنده يفعل لك عنده ولهذا كنحكم عليه كنحكم عليه إلى أن ديك الكبار الصين نجلس في ديك الركنة وتنى النهار ديالك إذن مستمعي الكرام غديم شو الفاصل ثم نعود أهلا بكم مستمعي الكرام مرحبا بكم إذن نحنا في هذا اللقاء لقاء الجمعة مع المسنين ونتحدث عن هذه الفئة العمرية سيدة أسيا شن هي أغلب المشاكل اللي كيعيشوها كبار الصين كبار الصين كيعيشو مشاكل كتيرا ومعنش برشي أجمل ولا أرقى من كلمات الله سبحانه وتعالى لعبر على المشاكل ذي الكبار الصين يقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذى للعمر فلكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدر أعد الآية والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذى للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدر فهنا فقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم بعد علم شيئا هو ما يتعرضه كبار الصين من فقدان الدكرة هو اللي كي تسمى بالزهايمر واللي كي تعرضه أيضا إن ضعف الدكرة وكي عبروا عليه المختصون بضمر الخلايا فنشوفوا الآيات القرآنية أخرى لقوله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدر هنا كنشوفوا على أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه المرحلة جوش كلمة الضعف والشيبة فقد فقدوا كيكونوا هنا يفقدوا الكبار الصين كيكونوا فقدوا الكثير من الحيوية دي مهنو على الكبار الصين كتعالى متح holders يكونوا صحيح типа کر حفizz الإلكتفاة طبعا أحيانيا أذن ك dinero عن كل شجل أو الوقت الكبار الصين وليه كيقولوا على أنهم ما كيتعرضوا لكبار السين كيتعرضوا لمشاكل صحية في حال تصلب ديال الشرايين في حال تهابت بجميع أنواع دياله ضعف ما كيبقوش ما كيبقوش يسمعوا بزاف أن نظار ديالهم كيقلال كيتصابوا بالأعصاب وكي منهم اللي كيتصاب بالشلال الاهتزازي عند بعضهم ما يسمى بالرعش بما يسمى بالرعش فهذا التغيير هذا بالنسبة لي أنا هذا تغيير جدا طبيعي وهدي صنان الله في الكون كيمروا من هاد طبعا عادي نمروا كامي بنام هاد المرحلة ولكن ما عندو تشوح الدخل فيها ولكن اللي كي دمي القلب واللي كي دماء العين واللي كي حرقنا في القلب ديالنا هي المشاكل اللي كيتعرضوا لكبار السين واللي كي تجعل نحنا ينخافوا على رأسنا ونخافوا على الإنسانية بصفاء عامة لأن فعلا هاد الزمن هاد الزمن غريب والزمن اللي فقط الناس كتلي هتمر المال كتلي هتمر التكنولوجيا كذا فاحنا رجعنا في هاد المرحلة هاد هاد الزمن هاد هاد رجعنا متحجرين بقى تلا مشاعير ولا بقى أحاسيس ولا بقى ترحمة هاد شي ضعاف عندنا ضعاف بزاف واللي كي واللي اللي عملوا دراسات وجبروا على أن المتخصصين المشاكل الاجتماعية اللي كيتعرضوا للا هاد المئات ديال آلاف ديال الكبار السين واللي كتبلغوا لعمر ديالهم فوق السبعين أولا كيتعرضوا للاعتداء جسدي وهذا الاعتداء هذا لأنه كيتمثل في أنه كيلحقوا الضرر بالجسد ديال المسين بمعنى على أنه هذا المسين هذا ما كينش النظافة صحية ما كينش والنقص في التغذية وكذلك الحرمان دياله متعمد أو غير متعمد من الدواء ومن الكساء وبالإضافة إلى الاعتداء النفسي واللي كيتعرضوا من خلالها نتهديدات كيكونوا كبار السين كيتعرضوا بزاف نتهديدات لمستمرة وبالشكل عنفي مرة مرة كيبقوا يغوتوا عليهم أو لكيعرضوهم للإدلال لأنه كيبقوا يدلوهم هاد شي من طرف الأقارب دياله أو من طرف الناس سواء من طرف الأقارب سواء من طرف الناس لأنه إحنا تقفى ديالنا تقفى التقفى اللي عنا وردا لأنه كبار إحنا يمبقينش محافظين مبقينش محافظين على ديك القيمة ديال كيبار السين عكس المكان عليها السلف يعني كأنو كيبار السين لهم قيمة بالضبط كيبار السين لهم قيمة كيبار السين القدوة الزعم ديالقبيلة كيبار السين ما إلى ذلك حين الإسلام نص الإسلام الهتمام الكبير يعطي هوا أهتمام كبير كبير السين والتي يتعرض له إهانة ومرة مرة يتعرض لإنتقام ويتعرض لشيء اللي يكون عنده مدافين الداخل ويكونوا صغارين مثلا تعرضوا ما ربما تعرضوا وإذا كان أب تعرضوا للإعتداء منه فهو ما يبقى في حل نوع من انتقام منه وبالتالي طريقة غير مباشرة كين طريقة مباشرة وكين بطريقة غير مباشرة كين اللي كيكونوا دار كينش كيعملوا بساخة الوالدين بساخة الوالدين وكاينين اللي كيكونوا مادركين شيش كيعملوا وهذا شني كيوقع مسكن هاد الرجل كبير كيتعرض ان الخوف وشني كيختار بالتالي كيختار اما وهي اللي كنشوفه الاكتئاب وكيتصب القلق القلق النفسي وكيتصب بالعزلة كبيرة هي والتي تمنى الموت ما خلصوش شيء كيبقى يتمنى الموت وجبه ان في طلعت الو مكيش الحماية مش كلها يحميني من هذا القلق النikal اللي انا فيها واللي انا مكينش مطعي خلاف انا قبل انا كنت كان مطعي انا الي كنت كان سير انا الي كنت كان صرف انا الي كنت كان فكار فهنا يبقى هو يفقد هاد المكان دياله ومكيبقى يتلب طبعاً كيبقى يتلب الموت او كتقولها او كتقول ايه هاي الزمن انا الي كنت ناير الي كنت سير هاد الامور انا اللي كانت كلمتي مسموها اليوم اوليت محطوط غير فرقنا احتى الاهدر وكما قلت يا استاذي مع الاسف شديد انه احتى الاهدر كنقوله اما كان ضحكو على الاهدرات دياله اللي اننا بدأت تتبدل اما كان نقوله اصافي ابا ولا اصافي امي اغير سكش اش دخلك انتي في هاد الاهدرات لان انا كان وليو كان قمعوه بطريقة غير مباشرة ولا بطريقة مباشرة لهاد كبير السن مع الاسف وكان مشوا وكانت معى في الإداية تينا هاد كبير السن فهاد كبير السن اذا كان عنده غير الخلصة عليه خلصة عليه كتكون كتبقاله فهو اللي كيكون يقابله ربما من الاقاريب اولا اللي يرعاه كيكون يستغله ديك الفلوس ديالو ويهديهم له اولام متله اللي مع دوش أصلا ما عندوش اصلا كيبقوي منه علاهو صافيварتهicas فشرفته فبالتالي هاد الكبير الكبير السن كيتحم كان يحسلا انه استغل جسديا والسغل نفسيا والسغل مديا لأنه عايش في إهانة في إهانة مستمرة وعليه فإن كبار السين في الحقيقة لأنه ما كينين ما كينشي ما كيجبروشي واحد الحد وكين اللي كي المحيطين بهم كيلغوا الوجود دياله وكيحجروا عليه وكيبقى ديك ساعة وكيحجروا كل تصرفة دياله وكل سكانات دياله وبالإضافة أن هاتشي كيمنو عليه على اللي كيعملوه معاه وكالقوا أنه بعض المرات الخوط كيتخاسموا بعضياتهم علاقوا بالهادك المسين لأنه كما قلت يا أستاذ عنده ديك البركة اللي كتجيه كل واحد فينا كيولي خصوه يشوف ديك البركة تكون عنده هو ما تكونش عند الآخر فعلا فعد مسألة وأنكشفة لأنه نحنا نشوفها في المجتمع ديالنا أنا قلت لك رجعنا رجعنا للقلوب تحجرت بزاف رجعنا وحلق قلوب متحجرة وحلق قلوب ديال المدى وحلق قلوب ديال رجعت حدنا موضة موضة نجمع الفلوس موضة نضهره موضة نصفره موضة الرحمة تتهزت من قلوب ديالنا إذا شوفنا من خلال تاريخيا واحد راجل كان نسمي حيزن هذا الراجل قدم واحد الدعوة دياله في المحكامة وهذا الدعوة في المحكامة هي مشي لأنه عقب الولدين وأنه مشي لأنه خسرش أرد أو لأنه إرد ولكن لأن هذا السيد هذا حيزن كان رجل كبير وبقالوا يمه وهذا الأم دياله هي بيدها أم كبيرة خاه آخر لأصغر من نوسم لأنه ما بقتش عنده القدرة يقابل الأم دياله قالوا لأني أنا ده اللي عادي نهزع لك المسؤولية وعادي ندي الأم الأم أنا اللي عادي نقابله ورفع عليه حيزن رفع عليه لهذا القضية في المحكامة لأنه باش خسوه يبقى يقابل يمه رغم الضعف اللي هو موجود فيه فالقادم اللي القادي استدعاهم جوج بهم وسقصة الأم دياله قالوا شنو رأيك في ولدك الكبير وشنو رأيك في ولدك الصغير قالوا قتلوا هادو عيني بجوج ما قتلوا شي ما قتلوا شي هادا فلان أو لا هادا فلان قتلوا هادو حال في حال دو عيني بجوج فيما كان قادي نكون مرتاحة طبعاً أنا القادي شف المصلحة دياله شف المصلحة دياله لأم واعطاهم من خاص صغير يعني إحنا كنشوفوا على أنا في التاريخ ديالنا في التاريخ ديالنا كامل شرف كيف في كيفية معاملة الوالدين وإطار ديالوالدين وطبعاً هنا كبير السن نعم أستاذة يعني قبل ما نشو للفاصل لابد أننا نطرح سؤال في نفس السياق هو هاد الناس اليوم كانوا والدنا ولا كانوا أعمامنا ولا أخواننا ولا جيرنا أقارب ولا أبعاد عشنو اللي يمكنني أن نقدموه لهم عشنجنبوهم هادشي اللي اللي يتكلمنا عليه نجنبوهم أنهم يدخلوا في الاكتئاب نجنبوهم الإهمال نحاولوا أنهم يكونوا من دامجين في المجتمع عيكون صارم في المعاملة عيكون عنا قوانين خاصة اللي كتعطينا على أننا متعاملوا مع كبر السلم نعم إذن الإسلام الدين الحنيف وشهتم طبيعة الحال في بداية الحديث ديلك أعطيتنا مجموعة من النقاط القرآن الكريم وفي حديث رسول الله وسلم ولكن شنو الاهتمام اللي وله الدين الإسلامي الحنيف لهذه الفئة وهذه الشريحة من المجتمع قبل ما نهضروا على الاهتمام خصنا نعرفوا على أن الإسلام ماعطاش الإسلام ماعطاش نكبر السن ماعطلوش ماعطلوش هاد الاهتمام غي هيدا أصافي كين أشياء اللي وراءها اللي خلى الإسلام على أنه يعطاه الاهتمام لأن كبار لأن في الحق على أن الكبار السن في نور حيات ديالهم في العمل ولي حولوا ما أمكان يكسبوا ديك العيش ويصرفوا على على ولداتهم ويصرفوا على على الأهل وفعلا على أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنا وأعلم على أن إحنا ماعطي ماعطيبعوش وخاعدي عنا مثلا عنا منهج كنتبعوه ماعطي نتبعوش فهو أعلم على أن المشاكل اللي عادي يتبعاد شي هي أن الرابطة اللي عادتكن بين بنتنا كحناية مسلمين مع بعطتنا عادتكن ديما إما هاد الرابطة هادي عادتكن متوازنة أو لها هاد الرابطة هادي ما عادتكن شي كينة من أصله أو لها غير متوازنة ففي الحق على أن الكبار السن كين منهم اللي عنده الحد اللي كيعيش في واحد الاحتواء واحد السعادة وكين منهم اللي كيعاني من الظلم ومن الإهمال ومن القسوة فالله اعلم واعلم على ان الجسد مكيضعف والمظهر مكيبتلا والمجد مكيمشي والمنصب والأضواء وكل شي اللي اللي كيحي طبعا فهو اعلم على ان على ان هاد شي هاد شي كامل عادي نتعرضوله وبالتالي وبالتالي عملنا وبالتالي ان الله سبحانه وتعالى اعطانا منهج وطريقة لانتعاملوا بها مع كبرسين نعم انتنا هدي مشوحنا الفاصل ثم نعود مستمعي الكرام لمواصلة الحديث نعود بعد قليل اهلا بكم من جديد مستمعي الكرام ونرحب بكل من يلتحق بنا الان للاستماع للقاء الجمعة صباحكم سعيد جمعة مباركة نتمنى لجميع برفقة الاستاذة اسية الوردغين نناقش امية كبار السن في الحياة دينا وتعرفنا على شكون هما كبار السن الان نرجع نعود جدد سؤالي استاذة علاش الاسلام مهتم بهد الشريحة من المجتمع فالاسلام مهتم مهتم شغل بهد الشريحة هذه فبالحق الاسلام مهتم بالمخلوق الانسان منهار اللي كان في الاحشاء ديال الام دياله الى الطفولة وحنا شفنا الحلقة ديال الطفولة من المراهقان الشابب حتى وصلنا حتى طبعا انه لا الاهتمام دياله بهذا المرحلة العمرية إذن مواضعنا غادي متنسقه بدناها من الطفولة وحنا ديال المراهقة الان حنا وصلنا للشيخوخ بالضب لعنه هي كل مرحلة ولها كل مرحلة هتم بها الاسلام وعنده الهدف علاش هتم بها كل مرحلة مرحلة حتى وصلنا هاد المرحلة الاخيرة وهاد المرحلة طبعا على ان الاسلام هتم بها وكان صارم في التعامل لان الله سبحانه وتعالى عالم بالعالم باللي عادي يتعرض له وعلى انه عادي يرجع جاسد ضعيف وعلى انه عاي يكون الشكل دياله مختلف وعلى انه مربما كان في شمنصب عالي وما عايبقاش ومربما كان تحت الأضواء وكل شي كان كيهتم به وفي الأحضة ما بقيتاش واحد كيهتم به وما ربما يأستدي على ان على ان شو واحد فيهم مثلا ان كبار السن ديما كيفقدو الوليدين ديالهم وكبار السن كيفقدو شغل الوليدين ديالهم كيفقدو الأقارب واحد مور واحد وكيفقدوا الأصدقاء ديالهم فهما في الحق الكبار السين قلوب ديالهم قلوب ديالهم والنفوس ديالهم جريحة كبار السين يا أستاذي هم يمكن كي يتمدوا حق ما كينعسوشي يمكن كي يكلوا حق ما كيهضموشي يمكن كيدحكم ساكن معانا لكن ما كيناش ديك الضحكة ما كيناش ديك الفرحة ما كتشوفش فرحة في عينهم يمكن على أنهما كيكونوا خصوم يبكيوا لكن ما كيقدروش يبكيوا يخرجوا ديك الدمعة كيخليوها كيبهنوا نغيديك البتسامة كبار السين يا أستاذي على أنهما على أنهما إذا كتألموا إذا بعاد عليهم الحباب وما جوشي يزروهم أو لما شفوهم شي حداهم كتألموا ألم ما بعده ألم كبار السين إذا إذا تشغل عليهم كان جالس حداهم قريب أو لقال إحدهم صديق وما أعطاهم شي الاهتمام وتشغل بذيك الآلات اللي كيتشغلوا بيها فهو كيتألم كبار السين يا أستاذي إذا كانت قبل الكلمة لما كتريحهم شي إذا برجعت مكي كبرو وكيبدو في الكبر كترجع كلمة كتجرحهم كبار السين يا أستاذي إذا كانت هاد الكلمة في يوم الأيام مكيبدو كيكبرو كتجرحهم من بعد مع الشيخو خاكت قتلهم كتدبحهم كبار السين عندهم محل الفراغ وهذا الفراغ محتاجين للرحمة ما محتاجين شي لا الفلوس ولا محتاجين شي حاجة محتاجين للرحمة ونلمة كبار السين محتاجين اللي يملأ لهم الفراغ ديالهم طبعا على أن الإسلام عادي يهتم بهم لأن طبعا على أن كبار السين هو ديك الرمز هو ديك الرمز ديال الأمة هو الهوية ديال الأمة هو القدوات الشباب والمراهقين والأطفال فخصنا كمين بنا نعرفه على أن إذا معرفناش إذا إذا ما فهمناش شنو هو كبار السين وشن هو الدور ديالهم مع الأطفال ديالنا شن هو الدور ديالهم مع المراهق ديالنا لأنهما كيحتوي وهم وكيحتوي والأطفال وكيحتوي المراهقين بشكل كبير ولي كنشوف إحنا هنا مثلا عند الأوروبيين كيفاش كيكونوا كيهتموا بالأحفاد ديالهم كيفاش كيديهم مدرسة كيفاش كيجيبوهم كيفاش كنتلقوا الناس كبارين مع المراهقين لأن هدو كبار طبعا لأنهما كبار السين هما اللي حاملين هما اللي حاملين الأسرار هما اللي حاملين التاريخ هما اللي كيوتقنا الأحداث كبار السين هتم بهم لأنهما الماضي وهم الحاضر وهم المستقبل كبار السن هم ذيك الحمل هم ذيك المشعل اللي كيخذه بالدم وكيعطيوه جيل بعد جيل ولهذا أستاذي على أن اهتم الإسلام بكبار السن لأن الموضوع جد حساس لأن كبار السن محتاج الحماية كبار السن محتاج تأمين ولهذا كان الشرع صارم وصارم صارمة كبيرة من خلال القرآن والسنة سواق كان الخطاب موجه لنحنا المسلمين في القدر وفي الإطار دينا كمسلمين سواء كان طبعا كإنسان في غير الإطار الإسلام وليعن نشوفه من خلال الأحاديث والقرآن وليقول الحبيب المصطفى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم يعني إذا ما باش تعظم الله سبحانه وتعالى خصوك تكون عندك هذا الملكة يكون عندك هذا الاحترام يكون عندك هذا التكريم وهذا التوقيع والتوقير ديالكبار السن وكي يظهر طبعا على أن باش تقدر تعرف باش تقدر تعرف وتقدر الأخلاق ديال ديال الأمم كتقدرون من خلال كتعرفون من خلال احتراموا من جوج للأطفال ومكبار السن وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقه كبيرنا فليس منا طبعا أن الحبيب المصطفى هنا يقول شيء فليس منا باش من رجعو شيء لأنه يخرج النس من الإسلام ولكن ليس من أخلاقية الإسلام ولا رقيها ولا هي من درجات العليا ديال الإيمان فتعامل مع الكبار مع الكبار سواء كان المسلمين وغير المسلمين أما لغير المسلمين فلنسمع قوله قوله تعالى وإن وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل ما نناب إلي ثم إلي مرجعهم فأنبئكم بما كنتم تعملون فطبعا هنا يستعملوا أن القياس على الآيات هي الآية في إطار الآية هنا في إطار الوالدين وطبعا أن الوالدين غير مسلمين فالوالدين غير مسلمين إذا كانوا غير مسلمين فأنك بزز منك عادي تطيعهم عادي تبر بهم وعادي صاحبهم هنا المصاحبة اللي كيقصد بها أنك الاهتمام والاعتناء والاعتناء بهم فطبعا على أن الآيات واضحة أنها الاهتمام ليس فقط لكبير السن المسلم فهو لجميع الكبير السن سواء مسلم أو غير مسلم مؤمن أو غير مؤمن نعم أنا نستغلها فورسيدة سمحتي أستاذا كنصيحة لنا لأنه اليوم ولينا كنشوفه مثلا في الترامب في المترو وبدون حياء ومن عندنا احنا المسلمين نتحدث عن أنفسنا نتحدث عن أننا نحن المسلمين كنشوف أن المراء عند أولاد مثلا صغار كتطلعهم فوق الكرسة ديال الترامب ووقفوه ويلعبوه كنشوف الشيباني أو الشيبانية ووقف وما كتحركش ساكن كنشوفه شباب صغار قلسين في الكرسة وشدين جيسيمة ديالهم والشيبانيين ووقفين ومساكنه كيتألموك أنه من ذاك الوقف ولا من يحرك ساكن شنه الرسالة أو النصيحة التي توجهها لكل المستمع اللي كيتسنتوننا لأنه اللي نك نشوفها تشي كتير عندنا هنا في بريكسل فإن شاء الله في حالي كنقول دايما على أنه قضيات النصيحة احنا كمني متساويين في هذاك فالرسالة اللي عن قدر نقدم هي رسالة على أنك إذا ما علمتي شي ومتأكدة إذا ما علمتي شي ديالك الوليد على أن ما معنى كبار السن للك عيرجع يوماتينا ما ما قدرتي شي ديالك الشيبان وما قدرتي شي ديالك الرجل اللي تعبان ومضعيف وما كيقدر شي أنه يلقاف أو مرار كنهضره كنهضره بالجوجة رجل أو مرأة فأنتينا علمتي ديالك الوليد على أنه ما يحترمك شي علمتي ديالك الوليد ما يحس شي بكبير السن ما يعرف شي شنه هي شنه هو العانة اللي كيعانيه ديالك الشخص ففعلا إحنا للأسف حالي قلت على أنه يقص يقص الأخلاق الأمم ويقص في مصلة للأخلاقية ديالهم هي أننا كيفاش كانت عاملوا مع كبار السن وكانت عاملوا مع الأطفال فللأسف أن الأم أو الأب ضياع لا هنا كيفية لا صرامة مع الأطفال ولا الحفاظ نعلمهم أنه ما كيفاش يحترموا كبير السن ويقدره شكرا لك أستاذي دان مستمعين الكرام هادي نمشوا للموجز الإخباري للساعة العاشرة ثم نعود في الجزء الثاني من برنامجنا لقاء الجمعة مع الأستاذ أسيا الوردغي خليكم معنا ما تفشوش بعيد سنعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجد دات ترحب بكم مستمعنا لفضل عبر مواج أرابيل في لقاء الجمعة مع الأستاذ أسيا الوردغي والحديث عن المسنين والبر بالولدين مرحبا بك من جديد أستاذ مرحبا جاء في سؤال لحد المستمعين قال لناه ما تعمقتوش كتير في الاهتمام أو كيفاش يمكن لنا أن نهتموا بالمسن لو نرجع لهذه النقطة نوضحوها أكثر الاهتمام بهذا المسن واشو نجيبنا كاملين ولحتى يكونوا أقارب دينا وعاد نقولوا بهذا وانا نهتموا بهم ولكن أربما جاري احدايا شحن من واحد ماته واستاذا وما ساقوش له الناس الخبر حتى تعطت الرحة ديه له كيفا يجيب الاهتمام بهذا الشريحة من المجتمع فطبعا على أن الإسلام بعد ما طرح مشاكل وطرحه وقدرنا على شني كيعانيوا منه وعلى شهتا بهم فهو أعطلنا الطرق وعطلنا الأساليب اللي عن قدروا نتعملوا كيفاش حنايا نتعملوا مع كبار السن وبالتالي في حالي قلت يا أستاذ على أن كبير السن كيف ما بغي يكون كان قريب ليلك أو لماشي قريب ليلك كان مسلم أو لماشي مسلم فإنه كدخول في إطار الرحمة وإحنا سبقنا وتحدثنا على الرحمة وشني كتشمل الرحمة فإحنايا ضروري على أنها تكون معاملة ومعاملة خاصة لهم وواجب علينا يعني أنه هنا يكن ندخله في الإطار الواجب يعني نخرجهم على أن لأن الرجل كبير إذا شتيف إذا شتيف زنقان واحل مثلا عنده شي مشكل يعني مشي إذا بغيتي تساعده لا خستك تساعده وخستك وتشوفش أنهما الاحتياجات دياله في ديك الساعة فبالتالي على أن على أن الناس كبارين خسنا فمغي واحد المسألة كيفاش تقوين ده هاد الناس كبارين الناس كبارين راه سريعين ديال الاستجابة شي ناس كبارين إذا جبروا ذيك المشاعر ذيك المشاعر الدافئة وجبروا ذيك الكلام المعصول وذيك الحنان وذيك الاحترام اللي مشي مشروط يعني مشي ضروري أنه يكون مدين ديالنا أو ليكون علينا دين لأنه عملوا معنا هيدا وعملوا معنا هيدا فحنا بالتالي عردوا لهم عردوا لهم السلف ديالهم لا لأن لأن فعلا هاد الناس هادو عندهم واحد رداء عندهم واحد تجاوب سريع وح السرعة كيتجاوبوا مع المشاعر وح السرعة كينفعلوا وح السرعة كتجبرهم الاحتياجات ديالهم كيف ما هدرنا إحنا يا مثلا نقبل على الاحتياجات نمائية للأطفال فهذه الاحتياجات ديالهم هما الاحتياجات ديالهم على أنك تدار معهم بالدفء وبالكلام المعصول وتهدار معهم بالحنية والعكس بالعكس إذا شنا إذا شنا لأن ذيك الرجل كبير ديغي أتعاملنا معه بالعوف كنت تأكد أن وإذا كان العصافي دو فلأن هما عندهم فعلا عندهم واحد التجاوب وربما يزبال ربما تعرفش شنا يقدر يصدر يصدر منه ولهذا كنت شوفوا لأننا الدين ديالنا الحانيف واللي وصلوا الله سبحانه وتعالى عن طريق الحبيب المصطفى فهو أعطنا أعطنا فن تعامل بروتوكول أعطنا فن تعامل مع كبار السن بكل رقي وبكل احترام وكل حب وكل تقدير فاحنا البروتوكول اللي كأخصنا نعمله مع كبار السن احنا ما كنشوفو كبار السن مش هما اللي سلمو علينا كبار السن احنا يا اللي خصنا نسلمو عليهم احنا اللي خصنا نصفحوهم احنا كنشوفو بعض التقافات وبعد التقافة التركية مثلا أو للسوريا وما غير ذلك يوصلوا يدو وكعملوا يدو فقراسهم نعم يعني في حالة وكأنهم ما كيوصلوا وعن الهنود يعني كيتحنو لهم على رجليهم يوصل لهم ورجليهم نعم لأن هذاك راح نتيلو على رجلو عطيته الآمن سبحان الله عملت يدوك فقراسك لأنك نتنا متخفش راتنا نتنا عن حميوك وعن طمئنوك وعن خليك سن خليك رغم الضحف ديالك عادي تعيش معه في وسط مننا ولهذاك يقول الحبيب المصطفى على أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير فاحنا مجهزين عنا بروتوكول كامل كيفاش نتعامل مع كبار السن يعني احنا عنا كل هاد الأداب في الدين دينا إلا أننا احنا كنهملوا هاد الشيء هذا طبعا مش ناشي احنا كيفاش القضية كيفاش قضية نتعامل بولدنا وعن بروتوكول خاص في التعامل مع الأطفال فهي كل مرحلة مرحلة عمورية أعطى لك واحد الاهتمام واحد البروتوكول اللي تتعامل به والمنهج اللي يتمشي عليه وكذلك على أن من بين مسائل اللي في الإسلام واللي حتى عليها الشرع على أنك المسين ما تقلس معه تقلس حده وتهدر بصوت مسموع اللي يقدر يسمعك وتكلم معه على تسقسي على الماضي دياله وما اللي يتسقسي على الماضي دياله حسوه لأنه كيعمل بطولة لأنه كيخصك تبعينك تبراق دقمك بتاسم لأنك تسمع الإنجازة دياله كتصغيله كتخليه يكمل حتى كيكملت للأخر فالبروتوكول اللي عنا أخر أنا كتنا ما تقطعو شي ما يكون هو كيهدر خلهي يهدر وماحتش يتبقى تدخل معاه مثلا في النقاش في النقاش العقيم ترى خرفتين ترى ولتاك تخرف غير سكوتش ويا سكوتش تيتون إحنا يا الجيل ديالنا حسن من الجيل ديالكم إحنا كنتبتون لأنه عنا إتبات الدات عالية بزاف على أنه إحنا يا حسن منكم ودغية كنفهمو ودغية خفافين لأنه فأنتينا هذا الشي اللي كتقوم به إذا إحنا إلا تعاملنا هكذا كنصرعو بيدخالو في الاكتئاب ويدخالو في التساؤلات أنه ما بقيت في الصلاح ما بقيت يا ربي تديني وكي بدي يدعي على نفسه وطبعا لأنه إنتينا لأنه إنتينا شيني قمتي به قمت هنا يا أنك ألمته والراجل الناس كبارين كيتألموا بزاف إذا حسوا لأنك غلبتهم كونك أنك تينا تبقى تناقش معاهم وتعمل كتف بكتف وتحسوا على أنك إنتينا تحسوا على أنك إنتينا غلبتهم راه رد بالك راه ما عملتش ما عملتش إش يربح رانتنا ألمت هذا الإنسان هذا راه ألمته وحسسته بالضعف دياله إلا إذا كان مثلا كتجبرو إلا إلا في حالة حالة جيد جيد خاصة اللي كيكون عندهم حكمة عالية هذو كيكونوا كيكونوا كيتعاملوا وكيعرفوا يردوا أما على العموم على العموم فكبر السن كيتالمح للآلم لا داعي أنك تدخل معهم في الجيدة هذا من من اللي حتى على الشرع وكابير السن إذا كان إذا كنتي ماشي من بين بروتوكول اللي لقصنا عمله في الإسلام إذا كنتي ماشي في الطريق وانتنا كنتي معاكس لله خصي تنقص من الرتم ديال مشه ديالك وتبتسم له وتفسح له الطريق ويزد وتحسوا بالآمن لانا اذا نطسي اذا نطسي بقي تي ماشي في ذاك الرتم لانا ما كيتخلعوا من بين مسائل اللي كيتعرضوا لكابير سين كيتخلع تماما اذا تخلع التحوي يتهرس مثلا فانتي نفذ مسألة هادي كتكون كتكون هدأته يعني انتي نا ماشي مزروبا نا ماشي العمل دياليك ولا مضغوط عليك كتقول له مثلا غر هداء سبحان الله لدي مقعتلي هاد الصباح هادا مع واحد المسي النوجية بها ديك عاطينها في ممكن في المستشفى ديك الحديدة اللي كتتمش بيها اه ماشي العكا كزيني مع حديدة كبيرة عندها ربعات الرواي ده اه وكتتمش بيها وفترطوار وشفتني جاي بسكينا ومعرفاتش هش نو غدير الوقت اللي تجنبت انا يا حييت من الترطوار كامل ماشي نخليلي هالما كانها متاسمات وقالتلي بفرنسي يعني ميغسي هاد هنا هش كنحسوا ان هاد الناس فعلا كيما قلت يا بستانا طمأن قلبها ها لانه في الوقت كتشوف هادا كسيد اللي جاي من هاي ربعا ما غادي عمر علي الطريق منين غندوزة انها يا جميل جدا حقيقة انه اه خسنا نرجع فعلا فعلا لانه فعلا لانهما لانهما هما في واحد الضحف كبير واحد الخوف رجل هما رجلون ما كيهزون شي اكيد يدون ما كيقدر ما غدين وصلوا لهذا شي هذا وصلين احنا غادي لي وصلين احنا وصلين لو وصلين لو ولي هادا اعجبني ديك المثال اللي اعطيتي ديك السيد اللي قلصا في اللي وقفة في الحفيلة في البيس ولا رد البلن شي نيوقع وديك الاطفال هاو ما قلصين فقو ديك الكرسي وديك الراجل اللي كبير تاعبان واقف ففعلا هاد المسألة هادرة مؤلم كتير يعني وحتى لكاته اللي كاتخاف انك تهدر معا شي واحد تقول له الديرات شي اللي كتدير فيه عيب ادو قدريش سوى نزلهم شدهم في الدك وخلي الناس كبارة تقلص للناس اللي ما مرجلهم ما هازينهمش ما بقاش عنا احترام لهاد الفئة هادي لا ما بقاشي وانا انا وقال فعلا لانا كونسوح نوبة في الحفيلة وديك الحفيلة مكدسة بالزاف بالناس بالناس وجوش ديال الاطفال وجوش ديال الاطفال واقفين ومكدسين مع ديك مع ديك الناس مساكننا ديك الاطفال ما متعبانين وجوش شباب قالسين وجوش شباب قالسين تكلم لما الوحس يدب بكل صرامة قلوا منوضوا وعطينا هاد الاطفال يقلصوا علش حنا ما كيصدرش منا هاد التصرف هذا حح هذا المشكي نعم مستدر فاكتر مسألة كتر من هيدا يعني انها كتدخول في باب ديالعبادة يعني انما متكون الصلاة مع الجماعة او لا مكونوا في المسجد فممنوع مثلا على الائمة انهما يطيلوا في الصلاة اذا كان موجودين الناس كبارين لانهما كيقدروا شيء ومسجد اغلبوا عمر بهذا الناس اغلبوا عمر بهذا الناس وكلقوا ان الامام كي نسارسوا بقي شاب مع رسول وكي تخشع وكي طول بن السعابس على الارض طبعا لانه لانه هادك شيء وعنشوفو احنا يا الدليل من السنة لانه يروع لانه واحد الشيخ مشاك يشكين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاك يشكين بسيدنا معاد قالوا لانه معاد سيدنا معاد لانه طول بزا فصلة وانا رجل كبير ومريد ومريد جوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سرمة قالوا المعاد يا معاد افتان انت يا معاد افتان انت يا معاد افتان انت ثلاث مرات هوك يعود له افتان انت قالوا فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل اذا يخشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة يعني احنا وصلنا عنا بروتوكول دينا وعنا الشراع دينا احتف العبادة حسنا يعني كبار السين كان اعطي ولو كان عندو واحد مكانة عالية احتمل انا قلت لك احتقدي انه مثلا ماشي مع راجل كبير خاصك تقنقص ماشي معه مثلا مع بابك ولا مع الجد ولا ولا مع الجار خاصك تمشي على حسب الضعف دياله وما كنت تمشيوا على الضعف دياله فايضا مسألة اخرى على ان اللي كامي بنا كان تحفظ الخطأ هذا على انه اوف مثلا كنبقوا كنعيو كنملو فعلا احنا انسان لان اللي كي خصو يكون كيعرف ان اللي كي اعتاني واللي كي اهتم بكبير السن خصو يكون عندو بحص صبر كبير وانه ما يتبرم ولا يتجر يعني ما يبقاش انه يحسس ذيك الراجل كبير لانه كيقوم بعمل جبار فعلا مقابلة للناس كبارين مقابلة صعبة فعلا لانك تصدر منهم اشياء مشي سهل انك تحتويهم لكن هذه المهمة هذي الثمن دياله كبير عند الله سبحانه وتعالى هذه المهمة هذي راهية في حال في حال كتعادل الجيهات وجميع الانواع دياله فالشرع كتر من هيدا مشا على ان التال طريقة تال اسلوب والطريقة اللي نهضروا معاهم وحنا يقلسين معاهم اولا خصنا خطروا بعض الالفات ديالنا وخصنا يكون القلاس ديالنا احداهم يكون بواحد دفئة وخصنا المثلا منكم ننقلس وحدا راجل كبير خصنا ايدنا توقع على عليه الدم او لا على الكتف ديالهم باش كتحسهم بالآمن وكي يهدؤوا وكي يهدؤوا وكي يتسمحوا وخار مثلا عندهم السمع ضعيف عا تهدر بصوت مسموع عادي يسمعك عادي يتقبلوا ولو تقول كلمات معاهم تكون كلمات بسيطة لا داعي تبقوا نعقدوا نخليولو دائما هو البلاسة العالية وحنا نقلسو لتحت باش يحس انو دائما راح عندو مكانتو فعلا لان المقام مقام الراجل كبير راجل كبير لانما كل مقام هو عندو المقام ديالو مخصنا شي ندبا سيواه واللي عادي نشوفوها من بعد في التفصيل وبخصنا شي اهم حاجة على اننا من عايتولو شي بالاسم ديالو الراجل كبير مخصنا شي نعيطولو باسم ديالو هدي مش لانها في معتقد دي نحشو ما لا ما دخلاشي مع الحشما ما دخلاشي مع لا ممنوع ما نعان كليا اننا نعيطو من الراجل كبير بالاسم ديالو او لا نفوتو بالخطوة احدا ممشوشي قبلته ومن ومن قلسوشي قبل منو يقلسو هو عاد كان قلسو حناية ومن تقدموشي من تقدموشي بالكلم من تقدموشي بالكلم عليه واللي هاد مسألة هدي واللي وقعت طبعا في طريق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واحدة الجماعة جت عند الحبيب المصطفى وكانت الاعمار دياله اعمار دياله مختلفة فتكلم كنت ما شبف رايعنا الشاباب ندفع ندفع الشاباب وتكلم هو اللولاني وقف رسول صلى الله عليه وسلم وبصرمة عالية قالوا كبيري الكبر ما معنى كبيري الكبر انا كنت هنا تكلم يتكلم الكبير ديالكم سنا فاحنا في حالي مثبت الاب مثبت الاب هذا كرة مشي عن تعمل له خطره هذا كرة هنطينة واجب عليك أنك تدعي له مع الواليدين هنال طبعا واجب عليك أنك تسمع له واجب عليك أنك وخد كنتينة مشي واجب عليك أنك وخد كنتينة مشي معه ما متفق شي معاه ممنوع عليك انك تقدر معاه بشي كلام يجرحوا لانه ما كتجرحوا في حاله وحالواليدين لانه فعلا لانه احنا في التفتقافة دينا الاخ الكبير او للاخت الكبيرة يكونوا كتحملوه بمسؤولية مسؤولية كبيرة وليا ده واجب علينا نحترمه مسألة اخرى على ان نحترمولهم لعجز ديالهم وبلا ما نبقوا شعروهم على انه مضعافين وما قادرين شي اذا كن كابرسين مثلا انه قادر يقدم انه الامة قادمنا الاسرة خليه يقدم ورد بالك انه ما يتعرض شي ما يتعرض شي غيرنا ان الخطر واللي عاون عاود نفس المثال جيبته قبيلاتي عادي نكرروا دماء كنشوفوا مثلا الاجدد الاجدد هنايا كيف كيتعاملوا مع الاحفاد ديالهم ديما انك نسينا مكاتمشي البرك كتجبرهم هما اللي كيديوا الاحفاد ديالهم مكاتم مدراسة هما اللي كيمشيوا مراهم وكي نعاود كتولي تعاود ده مسكينة الام كتعود تربي من جديد او الاب كيعود يربي من جديد وهذه رحمة رحمة بهم باش مكي باش مكي تركنوش يفركنة نعم لانه ما خصو الكابير سين خصوه يبقى يتحرك خصوه يبقى يهضر خصوه ينع عشاء الذاكيره ديالهم اما يداتي نعطي تيلو ديك متلات الموت الكفن الكبار لكن مش ما كنشوفيش معاي انه متعب بالنسبة لهم شوية انه نعطيهم واحد دولية صغير اللي يقدر يجري وما قادش يتبعوه وكي غا يدرليهم سكينة او لا كي غا يدرليه جداتو وهي امرى كبيرة يا الله كتتحرك لابا هنه هما اصلا كيكم كيعملوها بالحب نعم طمان هما كيعملوها شي هما هنه يمشي مشي واجب هما ديك الحب اللي كيعملوها عارف هما حطوا معو تقنيات ديالهم احنا قلنا على انهما ديرا علميا على ان الحتواء اللي كي اللي كيحتوي الاطفال الناس كبارين هما اللي كيحتوي الاطفال والاطفال هما معو تاني كيكونو كيعرفو على ان لان ديك كبير سين كيكونو كيهابه ما كيكونوش يقدروش يدباسيو معاه اللي ليميت بزاف وبالتالي هي رحمة رحمة لهم لانهما يخرجوا ديك للاولاد ويديوهم من الاماكين لانهنه هنه يمشي مسئولية كا كانت مسئولية عادي الضغطة هنه فقط هما في حل نشاط ملانشيطة ديالهم يقوموا بها البروتوكول الاخر اللي خصد ضروري اننا نردوا البال كين ناس كبارين اللي كيكونو ناس كبارين اللي كيكونو ديما عاشو استقلالية استقلالية في العمل استقلالية انهم متحملوا مسئولية استقلالية يقابلوا راسهم هاد الناس كبارين هادو كيكونو صعابين عندهم الطبع ديالو مقاصح لانه مايخلي واكش انك نسينا لا يخلي واكش انكно تقوم تقابلو او لا تساعدو ديانا وجهه النسي ناؤديك الاستقلالية وجهه استقلالية واللف انهو يقوم بالواجبات ديالو و بهو احديتو فبالتالي قنات أنتنا فقط كتكتك تقول يلا انه أنا أنا مخصنيش نزول لك الوجود ديالك أولا أنا مخصنيش إذا ما تكن قوم لك بالواجبات ديالك أنا كنخاف غير أنك نسينا متعرضش للآداء هما ميك أستدر معهم بذل الأسلوب هدك يقتنعو دغيا حاضر هديم شو الفصل ثم نعود مستمعي الكرام بعد الفصل ابقوا معنا أعدنا إليكم مستمعي الكرام وحنا في الجزء الأخير من هذا البرنامج وهذه الحلقة المثيرة والشيقة لك تتكلم على المسنين وهد المسنين طبيعة الحل اللي فيهم الوليدين ديالنا فيهم العمام والخوال فيهم جدودنا فيهم الأهل ديالنا فيهم الأقارب ديالنا فيهم الجيران ديالنا ربما ما بقت شي نقطة أخيرة قبل ما مشي للسؤال الموالي اللي كيعدت تعلق بالوليدين فقط نقطة أخيرة على أن الناس اللي كيكونوا لناس كبارسين اللي كيكونوا فيهم العنف واللي كيكون نتج على زهاي مر أو لا نتج على أمراض أخرى فالشرع ضروري من التجاهل ديالهم ضروري وكأنهما ما كيتكلموشي هسنا نجهلوهم بصفاء نهائية هذي النقطة الأخيرة اللي كان نخصي نتحدث وعلى العموم على أن كيفما قلنا على باش نقيسوا الأخلاقية ديال الأمم فالظهر هي من الطريقة للتعامل ديالنا مع الصغار ومع الكبر واللي كيقول حبيب المصطفى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا قد يسأل البعض واستاذة أنه هذا الموجود عندنا غير حناية في الدين الإسلامي ديالنا هناك يعني شعوب وقبائل اليوم معنا اللي كنشوفوهم يعني من الأشياء اللي كيحرصوا عليها هو احترام هذا الشيخ نشوفوها مثلا عند الياباني نشوفوها عند الهندي نشوفوها في مجتمعات أخرى إذن غير باش نوضح الأمر أنه فقط ما شي غير احنا نمثل من اللي عندنا هذا الاهتمام إنما الأمم أخرى كذلك تهتم بالشيخ نعم لأننا أرجعوا المبدأ ديالنا اللي بدينا به الحلقات ديالنا ونحن هي بصفة عامة كنهضروا على الإنسان لأننا كنهضروا على الإنسان بصفة عامة فالإسلام إذا جاء فهو جن البشرية أجمعين فالقيام إحنا هدرنا وقلنا على أن اليونيسي في حددت القيام فهي قيام مشتركة بينتنا كاملين بينا سواء كان بودي أو لكان هندي أو لكان مسلم أو لغير مسلم فالقيام ديالي حتيم رام كابرسن هي وحدة إذا ما احترمنا شي كابرسن مع الناشي ثقافة مع الناشي هوية مع الناشي رام لا وجود لنا نعم إذا كان جاري غير مسلم شيخ أو كانت عجوز يجب علي أن أحترمها الواجب أن تحترمها ولأن المسألة هنا هي مسألة الرحمة في القلب كيفش أنك ما تحترمشي بالعكس أنك أنت نايدشتها ويدشتها تأخرت ما ظهرت شخصك تدقع لها وتقصيها في حال حكاية ديالرسول صلى الله عليه وسلم عذيك اليهودي الجاره نعم لأن ذيك اليهودي اللي ما جاشي دقع له شافوش عنده وش مرات ومش مش مرات لأنني الله ديال الإنسان يا أجمعين قيام قيام للجميع نعم إذا نمشي ونشوفه اليوم كذلك في هذه الحلقة ديال المسنين هو كيف نحقق التوازن والبر بالوالدين من اهتمامنا بطبيعة الحال الخاص حياتنا الخاصة أنفسنا زوج أو زوجة بالبيت بالأولاد بالإضافة إلى هذا البر بالوالدين هناك ناس كيقول كودي أنا عيت وشنا نقابل ما كينش غير أنا كين ولاد والأخرين علاش الحملية الطاح علي غير أنا كين ولادها الأخرين كنسمعوا أو بعد المرات كين مرد هاد الأب أو كات مرد هاد الأم وكيقول لي كي دور ما بين من دار الدار كما كنقولو كيفاش نخلقوا أو نحقوا توازن بين البر بالوالدين وبين شؤون الأخرين اللي ذكرناه البيت وعلى نفسي كالحق كذلك وعلى البيت وعلى الأولاد نعم أستاذ فقط غير الإشارة لأنه بعد كين واحة نقطة مهمة مختبناش بها كبار السن هي أننا ما كرهتش أنه دروع لبعد الاقتراحات اللي ما كرهتش نخوضوا فيها كيفاش نعمروا الوقت ديال كبار السن ومن بعد إن شاء الله يربي نتنقلوا ونهضروا على كيفية كيفاش نعملوا نعملوا التوازن باش نوصلوا إلى البر ديال الوالدين فالقضية ديال الأهم حاجة اللي خصنا نعملوها خصنا خصنا بعد الدولة فيما دولة كفما كانت خصت تعمل مؤسسات خاصة وجمعية اللي ينجز فيها كبار السن جميع الاحتياجات ديالهم واللي خصصوا له واحد برنامج صار فيه خاص لهم في نهاية كل أسبوع على أنهما مثلا يزوروا الأمكان الأترية يزوروا الأمكان المفتوحة في حال الحدائق والمنتزهات والغابة وما إلى ذلك والرحالة يعني حتى الجمعية أنها ممكن تقوم بهذا الشيء هذا يعني مش فقط نعتمدوا على الدولة ربما حتى الجمعية ممكن أنها أو المجتمع المدني ممكن أنه يقوم بهذا المسائل في حق هذا الفئة طبعا لأن عندك حق أستاذني أن الجمعيات مزيانة إذا قاموا جمعيات وقلوب الرحمة على أنهما يقوموا بهذا الأنشطة هذه فهي تخفيف تخفيف كبار السن وكذلك كان مسألة أخرى كان كبار السن الأنتلكتوية اللي يعجبهم متقفين يعجبهم قراءة الكتب سواء نخصوهم ذلك الكتب اللي مكتوبة بطريقة كبيرة أولا نخصوهم الكتب عن طريق الاستماع وما ننسوش على أن كبار السن يعجبهم الكلام يعجبهم الهضرة بزافة مزيانة نلقيوهم مع الأصدقاء ديالهم أولا نخلقوهم للصداقة وليكن نشوفو مثلا إحنا في المغرب أن أخرى ما كيشي جمعيات كثيرة في هذا الموضوع أو للدولة ما كتقومش بهذا الشي هما بيدهم كيجبروا حلول رأسهم كتجبر في كل حومة مرسلة الجمعة كيتجمعوا في واحد الماكان وكيجلسوا يهدروا يوميا بعد العصر كتلقاهم يعني غلسين في الحومات إما كيلعبوا كارتا ولا الدامة ولا كيتجمعوا بيناتهم كيهدروا وكيدحكوا بيناتهم يعني في غياب كما قلتي أنه تكون جمعيات اللي كتهتم بهم أو مراكز خاصة بهم نعم لأن هاد المسألة كتنعش لهم المخ ديالهم وكتسعدهم وكذلك أنا مثلا أنه مرام الرخص ضروري يجمعوا بالحباب ويسواء في الغداء أو للعاشاء ويتعطلوا مكان خاص يقلسو فيه واللي كيسعد من بين مسألة اللي انقدموها نكبار السن هي نخليهم يعودوا لحكايات من الأطفال والمراهقين ويعودوا لهم تعالى التجارب ديالهم كيحسوا بذاتهم وكيحسوا على أنه الماضي وهذا الحاضر والمستقبل واللي طبعا أنا مسألة إنسانية وصحية خاصة مراكز خاصة لتنشيط الذاكرة ديالهم كي ألعاب خاصة ديال كي نشطنهم الذاكرة ديالهم وكذلك الكيني مثلا تقويات العضلة ديالهم لأنهما كي يعانيوا من الضعف في العضلة نعم إذن نمشول أن السؤال ديال التوازن وتحقيق التوازن بين البر بالوالدين والاهتمام كأن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول أيضا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ويقول وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا نبقى نبقى عند هذه الآية هذه ونتماء هذه الآيات بالنسبة للي أنا التحليل ديالي لله من نشوف على أن الله سبحانه وتعالى كيقول وقد ربك لا تعود إلي فهنا نشوف على أن أمر الأمر أمر قوي أمر قوي كثير من هذا لأن مسألة جوج كان أمرك أنك توحدني توحيد مباشرة مباشرة يجي بعد منه الإحسان بالوالدين يعني ربطهم بإسمه سبحان الله ربطهم بإسمه مسألة أخرى أنه الشرك أنه كي نهى على أن نشرك به مباشرة كي يجي بالوالدين أنا كتحليل ديالي تحليل ديالي شخصي من هذا المسألة هذه فهنا مسألة الله سبحانه وتعالى كيتحدث على وحا المسألة مهمة واللي إحنا دوزناها وهضرنا عليها الراب في التربية ديال الأولاد وهضرنا عليها في المودة والرحمة ولي عمقى دايما هذه المسألة اللي عنا في الصوب العين ديالنا هي الرابطة هذه القضية ديال أن الله سبحانه وتعالى اهدر على هذا الشيء وكأن بالنسبة لي لأن تحليل الرابطة اللي عتكون بين الوالدين والأبناء هي هذيك هي ذيك الرابطة اللي كتخلينا الربط والعلاقة ديالنا بالله سبحانه وتعالى قد ما قد ما كانت الرابطة ديالنا بالوالدين ديالنا بزيانة وصحية قد ما يسهل علينا الربطها مع الله سبحانه وتعالى ولكر هالأمور تغيرت ربما الآن يعني الإنسان لم نشغل بزيال في هموم الحياة العمل اليوم كي يطلب من الإنسان ما بين 12 حتى 16 ساعة الولاد الزوجة الزوج كيفش هدين نبر بهذا الوالدين هو عالم واربي عارف هاد شي كامل عارفنا وعارفنا عن وقعه ونوقعه في أخطاء وأخطاء لأن بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بالحل ديالنا ويمكن أنها تكون هذه الرابطة هذه الرابطة ما كيناش من أصل ويمكن تكون رابطة سليمة وطبعا هنا يقليل فيك توقع ويمكن أنها تكون مرضية يا إما ديك تربوا ديك الأولاد ميحسوش والدهم كيخدوا ما كيحتوش يا إما ديك الإهمال التام فديك الوالدين ميكير Strateg أولادهم على أن هما غار يعطيو غري يعطيو غري يعطيو عادك ميكير عن دوم ميكور عن دوم المثال لا بالإحساس بالآخر معي حرفوش على أن والديهم محتاج لهم أولادك الإهمال التام لأن هملت ahí في الصغر أنا عادي بالتالي عادي نهملك فهنايا المسألة دقيقة لأن الآيات مشي غير عيدة وصافة ولهذا هو قال الله سبحانه وتعالى قال ولذلك اذكر الإحسان بالوالدين والإحسان شنو هو الإحسان هو الإتقان دي العمل والإحسان هو أرقى وأسمى القيام في التعامل مع الإنسان هو الدرجة العليا في الإيمان يعني أنك مستين ماشي إلا إلا أنك سين تقوم بالواجب ديالك تزيد عليها والتقن إتقان تم فالتعامل في الحق أو ساد التعامل مع الوالدين هو فن وفن إحنا يقليل فيك يقدر يتقن هاد الفن ويتعامل بدكاء لأن المسألة شنو كيوقع لنا يا إما كان هملو ديك الوالدين إهمال يا إما كان هملو ديك الوالدين إهمال تم يا إما كان شغلوا كان نشغلوا معهم وكان نسوي بيوتات ديالنا فهو هاد هاد الطريقة ديال التعامل مع الوالدين في حقا طريقة ماشي سوية ولأنه طبعا نتجا لأنه في الحقا الأمر هي العلاقة هاد العلاقة ديال الأبناء وال العلاقة ديال الأبناء والوالدين هو جهاد وهذا الجهاد هذا خاصنا وهذا الجهاد هذا خاصنا عرفوه لأن مسألة صعيبة ومشي سهلة لأنه كان عيشوا حياة مع بعضتنا وماللي كان عيشوا هذه الحياة مع بعضتنا كان يكونوا يعيشين مع بعضتنا بالحق متفكين وصار في الحقيقة متفكة وصار القسوة سواء كانت القسوة دي الأبناء مع الوالدين أو القسوة دي الوالدين مع الأبناء فهنا الاغتفاء دي هذا الرحمة الله سبحانه وتعالى كان واضح معنا في الآيات وحتى العلماء والمتخصصين هضروا في هذا الموضوع جديا وتعرضون أنه ثلاثة دنوقات الرئيسية اللي ضروري أننا قوموا بها باش نحققوا التوازن ننسوا أن مهما كانت هذه الرابطة ومهما كنت تينا حصل من بابك تقافيا أو لا مهنيا أو لا ماديا أو لا تقدر أو لا ما تقدر شيء وطلب منك الطلب منك ثلاثة الحاجات اللي تسكن أولا أنك تينا تحافظ على المقام وأنك تينا تقوم تقوم بالرعاية ديالهم ما تبالغ شيء وما تحيد شيء وانطلاقا من هذاك سيدنا سيدنا عبدالله بن عمر لما قال أحد صاحبه أن أمه تعيش معه قال لو ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام لا تدخل لنا الجنة يعني هنا غير جوجل الحاجة هناك أنك توكلهم أنك تينا تصرف عليهم وأنك تينا تهدر معهم تعطيهم مطعم المقامات تتحافظهم على المقام ديالهم وانتهى الأمر كان مسألة أخرى كان مسألة أنك تينا ما تنتصر شيء ما تكون ما تكون معهم ما تنتصر شيء الحوار ديالك معهم ما يكون شيء في الجدل ما تتعارك شيء معهم لأنه أنتم هنا مشيء أنتم هنا مشيء في معركة هنا على أنك تنخصك دايما تخلي أن النصر للوالدين على أن الوالدين الوالدين على حق ما عدي غيرتاشي حاجة فيك وليقوله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريمة والنقطة الأخيرة هي أن الروح ديال الخدمة أنك تكون كتميز بواحد الروح ديال الخدمة لأنك تكون دايما تحاول ما أمكن تخدمهم ما تقومش نيسان يفكر وش عن قدر أو لا ما نقدر الوقت أو لا ما نقدر وليك يقول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة كما ربياني صغيرة وهنا فينجا السؤال ديال المستمع الكريم واللي قلت أنا تربيت تربيه ديال المساخيط هكذا تقول في سؤالي أي أنه الوالدين ديالي بجوج كانوا مساخيط كانوا لمبالين عطينها غير للمالي وماهتموش بنا وكبرنا هكذا واليوم مني كبروك يطلبوا أننا نرعوهم وهم في الوقت اللي ما رعوناش وما خرجوناش ولاد صالحين خرجنا ولاد فلسين كيفاش بغيتي أستاذا أنني نبر بهذا الوالدين فالرد واضح من الآية القرآنية واضح ووضوح كبير يقولك إما يبلغ النا عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم حتى ولو كانوا في الحالة هذه ولو كانوا في الحالة ما كان شي أكثر من الشرك كي أمرك بالشرك نعم ما كان شي أكثر من الشكر أخرجوك من الدين أخرجوك من الله أنتنا كتسامح مع الجر أولى لأن هذا الطفل عندك ندخل هذا الطفل صغير عندك ندخل هو اللي كيتحارب معهم كين شي حاجة اسم التسامح كين شي حاجة اسمى أنك تغفر لهم وأنك ترحمهم حتى لو ما تغفرش لهم وما ترحمهم شو يعني بالمعنى المعنوي لكن بالمعنى المادي أنك ترأف بهم ترحمهم تقوم على تسهر على خدمتهم ولو أنك انت حاقد عليهم ما عملوش معك مزين هو عيرد عليكم هو الله سبحانه وتعالى عيرد علينا كمين بنا واخفض لهما جناح ذلي من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلموا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة رد واضح وصارم فالمصاحبة والمعروف والإحسان مع الوالدين واجب فضروري أننا ضروري ضروري بغض النظر عننا شنو ضروري شنو المهم أننا نكون كنتبعوا الأيات القرآنية القوية اللي تكلم علي الله سبحانه وتعالى ويا ترى أنك نسينا وش كتقوم مع ولادك بما وش كتقوم مع ولادك بالواجب ديالك كيف ما هو كان قلتوا مئة ألف مرة وستد في النهار وكان رجعوا نصحوا وكان رجعوا نتسمحوا مع نفسنا ونزيدوا ولهذا هذه المسألة إلا الوالدين مسألة الوالدين رمى مع هاشي اللعبة لأن اللعبة مسألة واحد نهار عا نكون إحنا يفديك المكان أكيد طبعا إذن شكرا لك أستاذ غدين نرجعون نختموا بواحد نقاش آخر ساخن في دقائق واللي هو اليوم حديث الساعة مع المسنين نعود بعد قليل نصل مستمعي الكرام إلى ختم هذا اللقاء بسرعة دقائق كتفصلنا على نهاية الحلقة اليوم نقاش قوي هنا ببلجيكا في أوروبا بصفة عمى لم تتكلموا عن البلدان ديالنا تتكلموا يعني غير أنا اليوم كن نقاش حار بين المسلمين هنا كمان كيقول لا أنا ما كينش الوقت أنا عندي غير أباقتوم صغيرة مضيقة في اللوجمون السوسيال ما عنديش كيندير الوالدية خلوا منحطهم في مركز دار العجزة كيلي كيقول لا رغما عن الزوجة أو لا الزوجة كدو رغما عن الزوج خصب ما يتبقى معايا حتى تموت أو خصب ما يتبقى معايا حتى تموت نقاش ساخن هذا فبعده في حقيقة خصو حلقة خصو موضوع ولكن غير نشيروا ليه كيفاش خصنا نتعاملوا مع هاد الوالدين واش نديهم ما نديهم واش نبروا بيهم كيفاش نديروا يعني اليوم احنا حيرين معني حنا مسألة مشي مسألة الحير قدر ما مسألة كل واحد يشوش في النية دياله لأن كل حالة بالحالة دياله كل حالة عند المسلم حالة خاصة فإذا كانوا مثلا هاد الوالدين هادو ما عنده مشي هاد الوالدين ما عنده مشي الأبناء هاد الوالدين عيتعرضوا الخطر مع أولاد مثلا كيكونوا مدمنين هاد الوالدين أنهما مسيبين هادو طبعا شكل عادي يقوم بيهم عادي قموا بيهم مؤسسات وجمعيات خيرية والدولة اللي عادي تعتني بيهم عما المسألة لك يقول لك أنا مثلا الأم ديالي ضروري تكون معايا أو المرأة ديالو كتقول لها أو العكس بالعكس فهنا مسألك نشوفها مسألة عناد لا غير لأن هاد المرأة إذا كانت تبقى إحنا يمنسوش وإحنا في أوروبا نعم لأن الدولة هنا كتساعد كتساعد ناس كبارين إذا بقت في الدار دياله إذا بقت في الدار دياله أو لأنك تنتبر بيها وعلى أنك تنتزور وتقصي عليها أرحب أنك مثلا ما تديها نذكر الدار العجزة إذا ديتيها نذكر الدار العجزة فأنتي نفصلتيها حكمت عليها وحكمت عليها واحد حكم قوي على أنها تنفاصل على الأولاد دياله كاللي كتكون عندها هي رغبة أو كتكون عنده هو رغبة باش يمشيل لتمايا يقول لك أهوان وأصلح لي باش نبقوا كل شي لولاد على خاطرهم تاوحد ما يطير له اللهم ما نكوننا هنا ويجوا كاملين يزهروني كانت إذا ما خصوش تجي من الأولاد هي المسألة هنا يمشي مسألة ديال الوالدين إذا كانوا منسنا الوالدين قرروا أنهما مشوا يعيشوا في دار العجزة أو أنهما معي تهملوش من ذكي الأولاد هادك شغل ديالهم لأنه هي المشكلة اللي عندنا والمشكلة الصراع اللي كاين وما أن الأولاد يخصوهم يتخلصوهم المسؤولية ديال الوالدين ديالهم بأي طريقة بحجاج واهية لأنها دورة حجاج واهية ما عنده حتاشي معنى أنك انتنا مثلاً الأم ديالك عنده فين تسكن إن إحنا يمشي في حال مثلاً ماشي إحنا يرحنا في أوروبا كيخصوا لهم دور ديالهم كيوصلوا لدرجة مثلاً لإزاستان لإزاستان سوسيو كي يعونوهم علاج حنا مثلاً عادين هاد الحقد وهاد الكرار هي عاد مرات الولد كي تضربوا علاش كيقول لي هنا ما نقابلوش ولا الأخر كيقولوا اللي بغي نقابلوا لأنه عنده الفلوس مثلاً وقالوا ذاك التقعود ديالو خسنين بروفيتي في يعني نتناقض مع مع نفسنا أكيد أن الموضوع طويل وربما نخصوا له شي حلقة خاصة إن شاء الله نخليك تختمي بدعاء إذا كان ممكن إن شاء الله يا ربي إن شاء الله دعاء إن شاء الله يا ربي حبيب للوالدين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرة اللهم يا باصط اليدين بالعطايا أبسط على والدينا من فضلك العظيم وجودك الواسح ما تشرح به صدورهم لعبادتك وطاعتك والأمس بك والعمل بما يرضيك وبارك لهم في عمرهم واجعل اللهم آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رحم والدينا المتوفيين واغفر لهم وانظر إليهم بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا جزيلا لكم وستدعى على هذا الموضوع الشيق والقوي حقيقة ولعل المستمعين المستمعات خدوا فكرة وخاصة من الآيات القرآنية القوية نشكرك ونلتقي معك في حلقة أخرى بحول الله مستمعي الكرام شكرا جزيلا لكم وعطلة سعيدة تقوى على خير نلتقي الاثنين بإذن الله الواحدة بمشيئة الله إلى اللقاء